قطاع الطاقة بشكل عام وتحديداً بقى قطاع الكهرباء كان فيه طفرة حصلت خلال السنوات اللي فاتت ما بين انقطاع طيار الكهربائي لتخفيف الأحمال أو لانقطاع الكابلات أو للضغط على شبكة الكهرباء ناما دلوقتي احنا بنشوف الحمد لله عندنا الحمد لله فاقت كمان في إنتاج الكهرباء وبدأنا في مد شبكات وتصدير الكهرباء للخير إيه اللي حصل في هذا الملف؟ بزيباندي لو رجعنا بالتاريخ كده الـ 36-2014 كان الطاقة المولدة في مصر 21 ألف ميجاوات والطاقة المطلوبة 29 ألف ميجاوات فكان بيحصل حاجة اسمها تخفيف أحمال تخفيف أحمال كان إيه؟ إنه وطاقة على الكهرباء عن المشتركين كل يوم من اختار منطقة معينة كل منطقة أربع ساعات بعيداً طبعاً الأحمال الاستراتيجية الأحمال الاستراتيجية مثلاً لها زي المستشفيات ببنى الإزاعة والتلفزيون والمطارات فدي ما كانش بتعطي عنها الكهرباء لكن بنيتعطي عن القطاعات الثانية فطبعاً كان بيحصل حوادث كتير وحده شوفنا أطفال ما تدفع حدنات في المستشفى ونوفي ناسة في الأصل نصرح صلاحة حالات اختناء بس برضو عايز أقول حاجة أن ما كانش برضو لعيب في وزارة الكهرباء 100% برضو كان فيه شحنات غاز اللي هي بشغل محتاطة الكهرباء كان فيه نقص في شحنات الغاز اللي بشغل محتاطة الكهرباء لما جاي السيادة رئيس عفتاح السيسي تولى الحكم في 2014 36-2014 اعتبر الكهرباء أمن قومي وابتدنا نعمل شوية حاجات حلول أولية اللي احنا نبتدي نغطي المصالح الحكومية والمباني بخلايا طاقة شمسية فدي برضو حالة جزء من المشكلة ابتدى تم توفير شحنات غاز طبيعي لمحطات الكهرباء ابتدى محطات الكهرباء اللي هي خارج الخدمة اللي عايزة قطع غيار برضو تعارفك الفترة دي كان فيه اضطرابات عمالية وكان فيه قطع للطريق وكانش بيه استراد القطع الغارة على المحطات فابتدت المحطات تخش الخدمة في 2015 يعني زادت من 21 ألف بقى 25 ألف ميجاوات أو 27 ألف ميجاوات دي الحاجة اسمها كريتكا ليه دوبك الأحمال الكهرباء مغطية الأحمال المطلوبة يعني الطاقة المنتجة من المحطات الكهرباء مغطية الطاقة المطلوبة في 2015 كان فيه مؤتمر الشرم الشيخ مارس 2015 السيادة الرئيسة الفتاح السيسي تعاقد مع شركة سيمونس ثلاث محطات عملاقة اللي هم في البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف المحطات دي بتعمل تكنولوجيا متقدمة جداً الدورة المركبة احنا عندنا محطات الكهرباء في مصر كانت محطات شغلة بالغاز الطبيعي أو بيو عليها غاز توربين أو محطات شغلة بالبخار فالمحطات دي بالدورة المركبة فيه ثلاث محطات نضافة اللي هو البرولوس والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف كل محطة 4200 ميجاوات أربع وحدات كل واحدة عايزين نتكلم عنهم بقى بالتفصيل ناخد محطة محطة كده ونشوف بتوصل فين شبكة شبكة التوصيل للتوزيع طيب ماشي بس يا فنديم هو أنا بس أنا أكلم مع جديد الشبكة أنا أقول الحاجة الشبكة الكهربائية فيها إنتاج ونقل وتوزيع حتى هي في مصر متقسمة لشركات إنتاج الكهرباء وشركة نقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الشركات توزيع الكهرباء دي آخر حاجة هو المشترك يعرفها اللي هي بتنديلك الكهرباء اللي هي بتطلع فطورة الكهرباء إنتاج الكهرباء اللي هي محطات إنتاج الكهرباء اللي احنا زي قلنا البرولوس والعاصمة إدارية وبني سويف وفي محطات كهرباء كتيرة جدا وطبعا في الطاقة الشمسية وفي طاقة الرياح دي كلها محطات إنتاج كهرباء اللي هي بتنتج الكهرباء بعد كده بتخش على نقل الكهرباء كل دين اللي احنا بنتشفها بها براج الدين اللي يهاه في طريق الصحراء كده دقا التقذق العلي دي دقا التقود لاقي المحولات وبعد كده بتوصل على محطات المحولات بتنازل الكهرباء ما الى 11 كيلو فولت بتخش على كشاك الكهرباء اللي يتليح في الشارع دي بتبقى فيك شاك كهرباء كده صغيرة دي بتنازل بقى الكهرباء ل 380 او 220 فولت اللي هيا بتوصلي احنا في البيون مروح بقى لي الموزع بقى تنازل شركة التوزيع وهي وجهة باسمه محاول توزيع وهو بكوشك صغير كده ده بيوزع بينزل من ١١ كيلو فولت ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ اللي هي بتروح عندنا البيوت لازم التطوير كان حصل في الثلاث اتجاهات ما ينفعش أنا يعني مثلا عملت محطات عملت البرولوس والعصيما جديد البرولوس طيب أنا دوقتي عملت محطات الكهرباء دي الانتاج الكهرباء دي الباور بلانيتي دي ومفيش محطات محاولات وبراج نقل الكهرباء ولا كأنني عملت حاجة فابتدى التطوير برضو في الكابلات الأرضية وابتدى في الخطوط الهوائية وبردو عايز أقول حاجة في مناطق عشوائية كان مبنية تحت براج الكهرباء وده ممكن شغلت وزارة الكهرباء دي الناس دي بنت المباني بتاعتهم تحت محطات الكهرباء الرئيس السيسي وجه إن براج الكهرباء دي يا تتعمل كابلات أرضية يا لو مدرش نعملها يا العمرات دي تتهد المباني دي تتهد ويتنعله المباني تاني في خطورة على صحة الموطنين دي زي بتأثر على أمراض خطر جدا لتتبني لها حرم يعني لها حرم لما تبني انت جنب براج الكهرباء لضغط العالي كل مثلا جهد يعني 66 غير 220 كيلو فولت غير 300 كيلو فولت غير 400 تبعد 4 متار 6 متار عشق لها مسافة يعني لكن دول كان بنيين تحت البرج فده خطر جدا عليهم وعلى الكهرباء نفسها كان ساعات بيحصل الأطفال بتلعب بطائرات ورق أو حاجات بيلعبوا كورة فكاد بيتيجي تضرب في البرج فكاد بيلقطع الكهرباء فكان خطر جدا فزي ما قلنا ايه يا نحولها الكابلات ارضية يا تهدم العمراض دي ويتنقلوا المنطقة السكنية تانية فبرضو بعد ما عملنا البرولوس والعاصمة درجة جديدة وباني سويب كان اضافت للشبكة الكهربائية 14800 ميجاوات عظيم فده كان كويس جدا يعني ابتدى بقى نعمل خطوط نقل الكهرباء على 500 كيلو فولت و222 كيلو فولت ونغير المحاولات القديمة ان كانت محاولات برضو عمرها الفتراضي خلص جدا بمحاولات جديدة وبرضو محاولات احنا صناعة وطنية فيه شركات هنا في مصر بتعمل صناعة وطنية وابتدى نغير المحاولات برضو من 25 ميجا الاربعين او من 75 ميجا الاربعين بتزود الساعة كلها جينا بقى على الشركات التوزيع غيرنا الكابلات الكابلات الارضيجة برضو كان حصل برضو تقادم فيها غيرتها بكابلات حديثة برضو ابتدى التطوير ان احنا نعمل عددات مسبوقة الدفع اللي هو بالكارت دي قصة تانية عايزين نتكلم عنها كده بالتفصيل لكن خلينا دلوقتي في مسألة النقل وتطويره فده كل ده كل ده كان تطوير في الشبكة الكهربية بحيث ان وداش اقول ان اعملت بس في المحطات الانتاج الكهرباء انتكت اقول بس انا انتكت كزا مثلا 30 ميجا واط احاول ديهم فيه لازم يبقى فيه خطوط نقل ومحطط محاولات تستعمل للطاقة دي عظيم